بسم الله الرحمن وبين استعين بعد ما وصلنا الاخر خطوة عندنا وخطوة الريزالت فيو هندخل دلوقتي على ازاي نعرض الريزالت اللي عندنا وازاي ان احنا نزهر عديد التسليم في الخطوة الاخيرة خطوة الخمسة الريزالت فيو هنخش دلوقتي على البرنامج انا عملت الريزالت وكالكوليشن وبعد كده دخلت مقايمة دي اخترت فونديشن ريزالت ظهر عندي مربعين مربع الاول فيه مقدار الاسترس على الاعداء من كل الجهات وفيه كمان مقدار النورمال وي المومنت وي فيه كمان عندي هنا الكابستي وفيه سيتلمنت وفيه نوع اللي هو نوع السهل اللي اخترناه عندنا دي حالات التحميل عندنا طيب دلوقتي بعد ما شفنا لو احنا وقفنا هنا كابستي زي ما احنا شايفين 2 من 10 ميجا باسكل بعد ما خلصنا هندخل دلوقتي على الخطوة البعدها وهي خطوة زي ما احنا شايفين ده لو عايز اختار مقدار التسليح او اي تسليح عندي فرضا انا هختار فرضا انا هختار حديد الاعداء لو افت عليه وعملت سليكت كله بيبقى لون احمر وزي ما احنا شايفين كتر بتاعه اربعة تاشر ممكن اغيره وشيب ده شكله وما فيش مفيش خطاف لانه حديد ستريت بار طيب طبعا ده لونه بيبقى حمر ده حديد زي ما احنا شايفين ولو عملنا الروتيت بنشوف شكله ايوه ده شكل الهوك اللي احنا اخترناه تمام وده شكل بين الاعداء والعمود انخش دلوقتي على زي ما احنا شايفين هي بفاي اربعة تاشر والهوك بتاعه على زاوية مقدرها كام تسعين ده طيب الهوك لينز ده ست وعشرة ممكن نتحكم فيه طوله خليه تسعة من عشرة براحتي طبعا عارفين الهوك لينز هو الديفلوب منت لينز لو خمسة وستين طيب الشاشة التانية اللي عندنا هنا هي عبارة عن للتسليح الشاشة اللي بعدها عبارة عن النحية التانية ده عبارة عن مقدار التسليح ده قيمة التسليح العرضي تمام طبعا الجريد اللي عندنا احنا اللي بنختاره احنا بالحديده جريد ستين اختار الكتر ممكن نغيره يبقى طوانتاشر وتغير على اساسه التسليح طبعا كل حاجات دي احنا لو بنغيرها وبنزبطها في الاول من قيمة اللي احنا اخترناها أنا اللي بحدد نوع اشاير الحديد بقطرها ونوع الهوك وكل حاجة انا لو بحددها وفي النهاية بعد ما وصلنا للشكل التسليح ده جدول للتسليح بالاقطار وبكده يبقى احنا خلصنا شكل التسليح وازاي بنقدر نطلع التسليح وقيامه وازاي نقدر نرسمه وبكده يبقى احنا خلصنا الفونديشن او خلصنا دهرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته